المفسدون يقتلون الناقة وعدت أن بنات الأربع له إن عقر الناقة وقتل ولدها والرجل آخر يسمى مسع بن مهرج كانت له ابنة عم تسمى صدوق وكانت دات حسب ونسب ومال كثير عرضت عليها نفسها إنه عقر الناقة في اجتمع المفسدون التسعة واتفقوا على قتل الناقة وقتل صالح عليه السلام ودات يوم أخذ قضى بن ساليف سهما ورماها بما فوقعت وإجتمع المفسدون الثمانية وقتلوا الناقة وقتل ولدها وقال إن ولدها صرخ صرقة عظيمة ثم دخل في صخرة وغاب فيها وقالوا يسالح أئتنا بما تعد نبي من العذاب إن كنت رسولا من عند الله وتدعي أن وعيدك تبليغ عنه إن كان هذا صححا فاجعل ذلك لنا نزول العذاب بتمود وفي مسائهم هؤلاء القتل الذين قتلوا الناقة ولدها هموا بقتل صالح في داره فأسر الله عليهم حجارة قتلتهم قبل قومهم وأوحى الله إلى صالح عليه السلام أن العذاب سوف يأتي بعد ثلاثة أيام وبدأت علامة العذاب تظهر عليهم فأسفرت وجوم في اليوم الأول ثم أحمرت في اليوم التالي ثم سودت في اليوم التالي فتيقنوا بالعداب فلبسوا الأكفان وانتظروا العذاب فجاءت سيحة من السماء شديدة القوة فقطعت قلوبهم حتى ماتوا جميعا وأصبحوا في ديارهم جزة هامدة لا حراك بها ونجى النبي الله صالح من آمن معه وسكنوا في بلاد الشام حتى توفى الله عز وجل بيه صالحا عليه السلام رائد القصة العبادة لا تكون إلا لله وحده الإسراف في العيش من أسبابها لكن قوم صالح الاعتراض على الأمر الله وأمر الرسول سابق في القفر لا يقترر الإنسان بماله وقوته نهاية أهل الفساد العذاب في الدنيا والآخرة تن إلى الان تشهاد اللين لان تشهاد تن إلى الان تش팅 تن إلى الان تشهاد تشوش 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 تشوش